ردينا بتسأل عن إنها تستعمل وسيلة منع الحمل بدون علم الزوج وذلك بسبب تقصيره في مصاريف المنزل أنا قلت لحضراتكم قبل كده وأعتقد أني جاوبت يمكن مش حضرتك أو حد تاني سأل في نفس الأمر مسألة حق الإنجاب ده من الحقوق الإيه؟ اللي منفرده أنا بالقرار فيها؟ ولا ده قرار مشترك بيني وبين زوجي؟ قرار مشترك ما ينفعش إن أنا أخذ القرار ده وحدي يا إيه هو يقنعك يا أنت تقنعيه؟ لأي بقى عزر إحنا عايزين نأجل أو نكتفي بقدر بعدد من الأطفال معين ما فيش أي مشكلة ولا بأس بذلك ورد أن الصحابة كانوا بيعزلوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهاهم النبي عن ذلك فأنا في الحالة دي لو أنا عايزة أمنع أني أكون حامل مرة أخرى ما يكونش أو حط وسيلة أو ما شابه ذلك لازم الأمر ده يكون بأمر مشترك بينك أنت وزوجك ما يكونش أنت واخد فيه قرار مع نفسك لوحدك يا ردينة ردينة